أنا باعتبر أن الرجال المظبوط بحياة الله وقت بيغلط فيه بيكون عنده الجرأة الكافية يوقف على الجرأة ويعتذر هيدا منه شي غلط باعتقد هلأ بحلقتك عش مرات قلت أنه غلطت شو يعني إذا أكرم البريزدان ما ترشح ما بترشح؟ أكيد موضوع الأجانب هو أمر إلزامي يلي ما عنده الإمكانية نعتذر منه منفاضل أنه ينزل على الدرجة الثانية نبين من التوقيع أنه دوري بإذن الله رح يطلع بجنن هم شم ريحي تطوق لا بدأت عميك شافي تطوق لأنه بدنا نحكي بس ما بيقعد فيه كتير ركز كتير بسمع أنا أنه كتير الحكام بسيروك قد ما بيحكوا عننا هيا الخبرية صرت إذا بطلع مدمم ومفضوغ ومقطط ما حدا بسيروك ماتر شربي رزق أمين عام الاتحاد اللبناني وأمين عام الاتحاد غير بأسيا مصر الخير مصر النور اشتعني لك نحنا بالأكدر محل لك يوم أي يوم لأ بنحكي بعض يعني بشتق لك كل يوم أنا بشتق لك بسبوع بتصبح فيك بك بكرة وبحثتك على positive energy لعندك هيها ساعة 7 صبح بدأت كون هيك ما فيك إلا ما تكون هيك عن جد بحثتك هي نعمة يعني بس كون بدي positive energy بحضرك عبو كرة هيك بتغير لنهارك طرف لأنه بهالمشاكل ماتر اللي عم نعيني منها والوضع وهالغموض ياللي راحين ما حدا عارف لوين فينيت تكون هيك إذا ما كنت هيك ما فيك تقلع نهارك إيه كلنا بيودنا نكون هيك بس أنت عندك المقدرة تصلى حمد الله ماتر بدنا نحكي اليوم شوي عنك عن حياتك الخاصة بدنا نحكي بسكتبول أكيد ونحن على قبوة بطولة العالم وهيدا الشغل الشاغل يعني اليوم الحديث كله منتخب لبنان ومنتخب لبنان بس قبل خليني أحكي شوي عنك أنا بعرفك قدي أنت إنسان غير أنك لعب بسكتبول وغير أنه أمين عام وبتتابع الشيردي والويردي ما بتحب الإخسارة أبدا مظبوط ايه أكيد بكرها بس بتتقبلها أو لا بتتقبلها لأنه مشبور تقبلها يعني لازم تستوعبها ويكون عندك الروح رياضي إنك تهني لربحك بس هلأ بتروح عالبيت ما بيجيك نوم بتقعد جمعة لحالك بالقودة ايه طبعا طبعا أكيد كيف هاي لك إذا واحد كتير بيتقبل الإخسارة بتصير هبت فبكل شي بالحياة ومسيقبي كمان إنه مهنتي كمان كل خسارة وربح المحامات صح فما عندي مطرح كتير فيه وبيس كله تشالينجز كل النهار وما بحب الإخسارة من زغرية يعني إذا مثلا أنا رح أفطر يدراي عندك جيم بدك تلعب جيم وإخي تخيك إليه معك على الجيم وخسرت الجيم بتفل مثلا بالسيارة نسيه مرة وبتترقوا لأيلي بالملعب نسيه أكيد لحد درجة إيه طبعا طبعا أكيد ما بعمل لك ما بوضع تحيك تعرف مع إنه الله يرحموا بيك الله يرحموا بيك كان يركز على الدرس أكتر يعني كان يقل لك مثلا ترك الطابة وروح على الدرس لا مش بس هيك كنت إذا بدي روح لعب باسكت مشبور سمع الجريدة يعني فيك تاكل سؤال مثلا شو صار بالصومال اليوم نفعتني هالشغلة قوتني باللغة العربية إنه من عمر 12 مشبور أحفظ جريدة النهار كل يوم بقى تقدر إلعب باسكت بس إنه ما كان يحب أبدا ما كان من الدعمين ولا من المشجعين يعني كان يحاربني يعني كاني ما يحب الهوس تبعي بالطابة بس ما قدر يقضي عليه ما قدر لا طب خليني أحكي شوي ياللي ما بيعرف ياللي ما بيعرف وصحه لي إذا أنا غلطان أنت أصغر لاعب كنت عم بينضم لفريق الحكمة وقت الناشئين وقت كان كوساي الكوتش عندك مضبوط أو لا إيه صحيح بالسابعة وتسعين إيه وتحب تلعب كتير يعني عارف إنه ما راح يجيك دور وكان عندك عروض أنا عرفت من تضامن من الروزير بس فضلت روح درجة تانية مع فيترون لا تلعب إيه خلص لأنه عملت شوك يعني وقت طلعت بكير على الدرجة الأولى ما كان قرار صائب وهلأ شفناه بالأندر ناينتين ياللي بيستعجل بيحرق مراحل وما بيكون موهوب فوق الطبيعة مثل فادي بيكون معرض لنكسي كبيرة أنا بس شفت هايدي النكسي صارت ضغري عملت الشفت اللي لازم أعمله وراح تلعبت أربعة خمسين مبسطت كتير فيهم بالدرجة التانية وركزت كتير منيح على الحقوق لأنه بأول سنة حقوق وقتها لعبت بالدرجة الأولى تعرضت يعني لأول شي تعبت كتير وبمحلات أشوطت شوية بأول سنة لا قدرت لقي بالنس أحلى بحياتي أصمت بحب للباسكت لعبت درجة تانية درست كوتشاج وعملت كوتش وبنفس الوقت كملت أحقوق وبلشت استاج يعني أنا أفشيلي بلشته عند بي الله يرحمه فكان نهاري من أنا وصغير كتير عودت حالي كون عم بشتغل 16 و 17 ساعة بالنهار وهالشي كتير حبيته هلا شربين رزا من أين تنعمين عام انتحاد الباسكت أنا في وقت كان عمري 3 سنين أنت عمين عام لا من ديسمبر 2016 بس في 11 شهر انتروبشن فيهم بال2018 بجوية 2018 لجوان 2019 أو شي هيك هاي الفترة كان زميننا طوني خليل محلي وهلأ بعد بكير لنحكي في عنا موسمين مضبوط قبل الانتخابات موسم كامل من الله راد وتقلعت الموسم اللي بعد عم نحكي موسم يعني بقلع تاني وموسم بينتهي اي صحيح في نية أو بعد بكير الموضوع عند أكرم مش عندي يعني أنا كتير واضح شو يعني إذا أكرم البرزيدان ما ترشح ما بترشح اكيد اي اكيد أنا بحب اشتغل مع هيدا الشخص بأمن بالليدرشيب طبع هيدا الشخص وليقدرت أعمله عملته أنا وياك تفعل كتف بقى ما عندي أبدا أي رغبة أونية أنه جرب حتى أشتغل مع أحدا تاني لحظة بقرري فيل أكيد بكون فيل الموضوع تتقبلوا الانتقادات؟ كتير بصدر رحب بس ما متقبل الإهانات وليحن المصب الكرامات وليت محدا بيتقبلها لإهانات لأنه فيه ثن لاين صار بالبلد بين ها وها يعني دقيقة العملية يعني بيقدر واحد يسمح الحال ويقولك ليه ما قبلت مني على السوشيال ميديا قلت عنك كذاب يعني فيك تسأل بدك فيك تنتقد بدك ونحن من المؤمنين ونحن كتير منغلط لأنه بشر ونشتغل كتير فالبيشتغل كتير معرض يغلط كتير طب أنا هون بدي أتطلع شوي بدوا ينتقدوك أوكي وبينتقدو البرزيدن بينتقدو الاتحاد بس قبل ما فوت يعني بتكنيك الباسكتبول سيزن ولا أحلى كانت على صعيد المنتخبات وعلى صعيد الدوري اللي انتهى وكانوا كتير عم براهنوا راح ينتهي بالمكاتب وما بعرف شو انتهى بالملعب وبأحلى صورة وبجمهور ومنتخبات يعني إذا بدنا نفوت المنتخبات قدرنا نوصل وبطولة عربية ودبي يعني كان فيه إنجازات كبيرة كاتر خيرك يعني في هذا لا لا إنه فعلا نحن نعمل أحسن بتقلي فينا نعمل أحسن شو بدك تعمل أحسن إنه عطول نحن بالعكس نحن منطمح نعمل أحسن وعطول راح نشتغل تنعمل أحسن بس إذا منوقف هيك شوية ومنرجع سنة لورا أو سنة وكم شهر لورا ومنشوف اللي حصلوا بكل هالفترة من ثلاث منتخبات راحوا على كاس العالم من منتخب السيدات شو عمل يعني رفعنا راسنا آخر شي وضل بلقاي من كل الأمور اللي حست سواء على صعيد بطولة لبنان متل ما تفضلت وقلت يعني الطريقة اللي عم نقدر نأمن فيها سبونسرز للمنتخبات طريقة اللي عم نتعامل فيها مع الجهات النقلة يعني الحمد لله علاقتنا مع الاتحاد الدولي مع الاتحاد الأسيوي يعني نحن ديب انسايد أكيد ويار ساتيسفايد لا نحن بنعرف قديش تغلنا طب ماتر هالبطولات كلها بتكليف مصاري والفئات العمرية والويل والويل وال الاتحاد اليوم فيه مصاري لك كتر خير الله وقت تشتغل منيح وتبلش تعمل نتيج والناس تقامن بالكريدوليتي طبعك بالترانسفيرنسي طبعك ذي انفست بالبرودكت يعني نحن الفئات العمرية بكل فئة لحالة عم نقدر نأمن لها عم نقدر نأمن لها رعاة لقلة اوكي نفس الشي بتعرف نحن ببطولات تانية قدر الامكان عم نقدر ما ندفع الأندية مباغل كبيرة نقدر نعمل لهم بطولاتهم عامل هالشي كمان يروح عالتاني والتالتي بس هيدا هيدا الموضوع بيكمل نفسه يعني بدك تتقدر تجلب سبونسورز عليه بدك تأمن له لحد الأدنى من النقل تيقدر سبونسور ياخد الاكسبوجر طبعه صح وتتقدر عن جد تنقله بدك ترفع له من مستوياته تترفع له من مستوياته بدك تأمن انه الأندية بالحد الأدنى قادر تتحمل مصروفه متل ما هلأ فيه مشروع انه نقدر نفوت أجنبي على الدرجة التانية هيك منقدر نشئلها كلها سوا بيصير فيه رغبة عند النائلين انه نقلوها أكوردنجلي بيجي عليها سبونسورز أكثر البنات أخدنا القرار وعمناه وبلغناه رح نفوت أجنبي بالزهاب والقياب وبس نروح على المراحل الإقصائية على الفاينل فور رح نفوت أجنبيتين فبالمبدأ كل الليج البنات هالسنة بتلاقيه رح يعمل هال طب هلأ انتو عم تشتغلوا لا تحسنوا أنا معك بس كمي إذا منجل منطلع بطولة السيدات ماتر كل سنة بيروت رياضي رياضي بيروت وين بتروح ريبكة بتميل الدفة هيدا أمر طبيعي بتروح ريبكة بيربح الفريق لأبو البطولة البنات طب أنا كيف بدك تشجعني كسبونسور أو كيف بدك تشجعني إذا كرئيس سيدي نحنا رح ننقل يعني البنات رح كتير لدينا إصرار رح نفعل عملية ستاتس عندهم بشكل كبير عم نعمل أب يكون عم بواكبهم عطور ورح نأمن لهم نقل تلفزيوني بكل المراحل البطولة فأكيد هالشي رح ينعش الموضوع عم ندعم ونكسف دعم الفئات العمرية بكل الفئات بالنسبة للفتيات كرميل أنا أمن كمان يكون في مواهب أكتر وأكتر ويصيروا اللاعبات تبعنا عم يقدروا يكملوا المسيرة اللي بلشوها البطالات اللي عندنا ما رح تلاقي جيل داريكت لوراهن فرح يكون عنا جاب الحمد لله اللي مبين المواهب اللي عندنا ياها تحت 23 وتحت 22 سنة بيبشروا بالخير وبيطمنوا أنه رح يكون البطولة بدون وقت طبيعي بدون وقت هيدا مشيناك هلأ فوتنا اللاعب الأجنبية كمان زيادة نقدر نحسن من البطولة وبطل فيها الديكلاج عندهم هالإمكانيات هالأندية؟ نحنا خيارنا الأندية وقالنا له موضوع الأجانب هو أمر إلزامي يلي ما عنده الإمكانية بنعتذر منه ونفاضل أنه ينزل على الدرجة الثانية منظغر الليج ما في مشكل بس نقدر ناخد أحسن أحسن برودكت بدك تظغر الليج نعم رجال رجال كتير عم يحكي أنه ليه الليج ما بتكون أقل والكلمة تفي إنه مثلا 12 فريق توماتش لك خلينا نعرض هيك يعني لمرة واحدة الموضوع بكل جوانبه طيب يفهموا العالم بشكل واضح نحنا الحركة الرياضية في لبنان بنظمها مرسوم رقمه 4481 2016 يلي بيوزع بالألعاب الجامعية كيف لازم تكون توزيع الأندية بين الدرجات الأولى والرابعة لأنه الخامسة فالتي بيعتبروا ما بتنعكس أصوات انتخابية مجموعة الأندية يلي محددة بهذا المرسوم بتحدد تعكس عدد الأندية وكل نادي بكل من الدرجات كم فوتينج رايت عنده وبالتالي نحنا بالحالة تبعنا بده يكون كل درجة عنده 96 صوت شناك بتشوف نحنا عنده 12 بالأولى و 16 بالتاني و 24 بالتالتي و 96 بالرابعة هذا الموضوع بده إعادة بحس كله سوا هلأ أدي عدد الأندية يلي لازم أن تكون بالأولى يختلف يعني تختلف الأراء فيه بس هو مبدئيا لازم يكون بين 8 و 10 يجب ماكسيموم المنطق هيك بيقول بعد الدراسات اللي عملناها أكتر من مرة يمكن يساعدنا النظام السبيسيال شوي اللي رح يكون هالسنة تنقدر نحدد كلنا سوا كيف نتميها مع هيدا الموضوع وعأساسه كيف once again اتحاد كوريا تسلي بده يكون بالطليعة يطالب بتعديل المرسوم ونرجع نحنا نبادر بهذا الموضوع لكل الحركة الرياضية لأن في كتير إشياء كمان لازم المشاهدين يعرفوا أنه هو المرسوم بحد ذاته وتداخل الصلاحيات بين وزارة الشباب والرياضة وبين لجنة الأولمبية وبين الاتحادات المتنة تابعة لاتحادات دولية يعني مش هيك بتصير الإشياء يعني فيه نار ممعينين عالميا لازم تمشي الرياضة على أساسهم انفورشنك ليب لبنان معمولي على اللبناني أنه يكونوا كل الأطراف راضيين بس مش هيدا الحل عند كل مشكل بتشوف أنه المرسيم والقوانين الموجودة ما بتعطيك حلة ولا شي طب ماتر اللي عم بيتابعونا هلأ كمان من يلي بيهتموا بالدرجة التانية هالسنة شفنا الدرجة التانية كانت حلوة كانت حلوة فنيا بس كانت طويلة وطولت كتير التانية ما طولت كتير هو أصول تخلص تانية قبل الأول بلشت مأخرة بس ما طولت بلشت مأخرة بلشت مأخرة بس ما كانت طويلة يعني البطولة ككل كانت كتير منظمة مظبوطة هالسنة معقول تبليش أبكار أكيد رح تبليش أبكار وهيضا خطأ نحنا نحنا تدركناه وما بدنا نقع فيه مرة تانية يالي بيولعب براج يكون يكون عم بيخلص يكون جاهز رادي يعني شبنا وشتار مع أطلس كان لنا إشكلات كتير بتقليئة السنة الماضية والدركناه السنة وأكيد ما رح نصطدم يعني يفترض بطولة البنات وبطولة التانية يبلشوا بين شهر وشهر ونص ماكسيموم بعد انطلاق الدرجة الأولى درجة الأولى خليني شوي هيك إرجع لك أنا بعرف أنه أنت ليه عم تضحك تشوف وينك ترجع لي نعم إرجع لك شوي أنه أنت ما بدك تفرجي أنك متحيز بحياتك يعني في بعض المرات أنا بعرف أنك نزلت عم بتحكم لميشو مرة ماتش صرت عم بتصوفر قصد على ابنك تفرجي العالم أنه أنت ما أنك متحيز لابنك لا ما كانت هيك الغاية لا ما كانت الغاية تفرجي الناس أنه ماني متحيز يعني من يكون عم نربي مشكل ومن يكون عم يعني أنا حطيته بالباسكتبول وكاتر خير الله حبه وطابع بيه وين هل عم يلعب مع مين؟ عم يلعب بأكتر من المطرح بس المحل تفرجي العالم يكون بالأم ثورتين عند إلي مشانطة وفرجي بحيين وبشكرون كيف حضنين لابني وكيف عم يهتموا فيه أنا بأمن أن الكرة السلة هي عالم كامل عالم عالم كامل بيعلم لازم يتعلم منه الولد لازم يتعلم منه لازم يتعلم منه كتير التيمورك لازم يتعلم منه لازم يتعلم منه كيف يتفاعل مع العالم كيف يربح كيف يخسار يعني هيدا كله سوا بيجي باكتش كامل وشاق في كتير كبير منه الديسبلين والانضباط وهيدا شيء ما بمزح فيه تب وقت تلعب بطولة الشركات مثلا ويلعب فريق المحامين كتير بسمع انا انه كتير الحكام بسيروك والله يا رادي بتحضرني شي مر اذا بطلع لحالك يعني ليه قبل حالك تاخد قد ما بيحكوا عننا هيا الخبرية صرت اذا بطلع مدمم ومفضوغ ومقطط ما حدا بسيرو سمعها كل الوقت هذا الشيء كتير مهضوم هيا لا هي مهضوم الخبرية هذا الشيء كتير من نكته وانه بقول انه سرح سير 44 بعد نقدر مجبور العب بالأباب فورتي وبالشركات وكذا هاي دي تس ماي فاشن يعني انا زمان جمعة ما بلعب باسكت فيها بكون شخص ما بنطاق يعني مشبور العب تكون مبسوط بقى يعني اوكي بحسة وقت بشو يتطلعون وهي تجي يلعب معنا وكذا بس انا اخر شيء بني ادم يعني فيه يلعب فيه طبيعي فيه يضحك يعني ايه شقف من حياتي بس انه خاص تعودولي ماشي الحق مات شو قصيت شو قصيت هاي ما بيعرفها وما حدا بيعرفها قصيت الشوز تبع مايكل جوردن شوز تبع مايكل جوردن شوز تبع مايكل جوردن خبرك يلي وقعت بالأسانسور اه منيها عاطق ليه فيدباك منيها لأ عند المعلومات هيدا محطفز فيه ايه كنا بالستاليتي كان عمري شي تلتعشر سنة ونحنا وطلعين على الطابق التاني في حدا معنا كنا شي سبعة اثمان اولاد في حدا قالنو يا الله انا شي على الاول بقى انا عم بعمل حالي الجنتلمن يعني كبست ستوب وقالق علقنا يعني سبعة اثمان اولاد علقنا لنا شي خمسة وعشرين ديئة فما لقوا حل يخلصونا إلا ما يعني كنا علقانين بين الحيطان وباقي هيك سبايا صغير بدون ينزلونا منه بس بيصير تحتك فاضي بقى انا ساعدتن لكل الولاد يستلمون مني وبيت انا بالاخر انا وعم بدعست يستلموني دعست على الفران ونزلت طبقان والجورة نزلت بيه جورة الأسانسير قدام امي غابت عن الوعي بس انه كنت لابس فيه وقتا هيدا الجورة فاحتفزت فيه الهلا بعده عندي وضبط له وضعه وكذا بعده عندي ببيت اهلي ذكرة حلوة ذكرة حلوة ذكرة حلوة انه الحمد الله بس انه هاي مره من شي عشرة طيب شو قصة الوينج وينج هاي دي تسأل اكرم انا قلي لا اسألك هاي دي هاي قصة طويلة بلايها هاي بلايها هاي من قصة اكرم بلايها بس مؤخرة ايه قلي اسأله قلي اذا نسي ذكره من بغداد لبيروت ايه بالطيارة ايه بس قصة طويلة ماتر ماتر بدي فوت شوية باسكتبول كمان تكنيق الانديا كلها ضايعة اليوم 2 بلاس 1 تلاتى كان في اجتماع من حوالا الاسبوعين نعم لالاتحاد مع الانديا وانا كنت موجود وطلعنا من الاجتماع ما حدا عارف شي نعم بالعكس احنا كان الاجتماع سمعنا تشاوري تشاوري ما كان في أرارات وين كان يكون بعض عنا واحد كمان نحنا عم نتناقش اخر شي نحن في ستيك هولدرز بهاللاعبية. عم يتناعشوا كلهم سوا يعني. لا مصلى الحل الانسى. بس الاندي اليوم ناس ضد. اي ارار بدي يطلع. يعني تو بلاس وان او تلاتي. بدي يطلع اخر شيء. الارار بهذا الموضوع. بس عاي اساس بدي يطلع. الارار هو للاتحاد. بس الاتحاد. ما بيجي هيك شط بتقلم انه يا با انا لاني صاحب الارار اخدت ارار ومشيت. نحن عم نستطلع اراء الاندي. وعم نعمل كل دراساتنا. وحتى سطلعنا اكيد اراء اللاعبين. سطلعنا اراء التليفيزيون. يعني كلها ستيك هولدرز. اللي بيشكلوا هن عائلة اللاعب كلها سوا. تنطلع باحسن نظام. نلغي في الفوارق الكبيري. اللي كانت سنة الماضي واللي قبله. بكتير مراحل من البطولة. طلع برودكت كتير حلو. نحافظ على اللاعب اللبناني. وان شاء الله يا رب يزبط معنا. والاشاير بلش تتبين من الطواقع. سواء اللبنانية او الاجانب. يطلع معنا سيزن من الاحلة. طم نقول الاحلة. يعني بكل تاريخ الحديث لكوري تسلي. بثلاثين سنة الماضية. هلأ انا اذا غلطان قللي. راح تبلش البطولة بثلاثة اجانب. ليك مراح اسمح لحالي قللك اذا غلطان او مش غلطان. راح تبلش بتلاتي. صدقا جواب بش عندي فارس. يعني تما نقض. يعني ما بدي نقض نرعب انا وياك لقيطة. انت تسألني السؤال وانو انا عم جرب اهرب. انا ما عندي الجواب بعد. يعني نحنا بس يطلع القرار الحاسم النهائي. بيكون عم يطلع. وبنفس التكة عم يبلغه. مش مش لقلي القرار. نحنا عنا هيئة ادارية بالاتحاد. بس في اندي بعثتوا انتوا. انتوا بعثتوا مثل الحكمة. واضح كيف مقل على البطولة. بثلاثة عجلية. ومنو هون. لا لا. في بعثتنا كيف الكاتيجوريز. كيف موزعين. الاندي. مين عنده واحد. اوكي. هيدا البارت. هيدا البارت. موجود. لانو معمم. هلا ما تبقى من النظام البطولة. والديتيلز. يلي راح نعتمدها من هونيكو بالطالع. هيدا اللي ان شاء الله بالقريب العاجل منطلع. امتا لازم تبين. ما بقدر ايلك امتا نحنا حلقتنا مش لايف. باركي بتقوم انتوا عم تعرضوها تكون على النام مثلا. خليها فلو يعني. نحنا هلا. خليها فلو. خليها فلو هلا. تكون صار عندي جواب. رح يكون عنا جواب قريبا مش عم نهرب. بس انو خليها تكون يعني جواب نهائي وحاسم. وملموس. بس شو مكان اكيد رح يكونها مصحة لعبة. والليعب اللبناني. والمنتخب اللبناني. يعني هاو كلهم هواجس كلها سوا بك تغطيهم. طيب ماتر من الاسمائية اللي لهلأ عم بتبين الجانب. كيف شايف الدوري. قلتلك قبل انو مبين من التوقيع. انو دوري بإذن الله. رح يطلع بجنن. وهذا الشي ببشر بالخير لان. اذا برجع حديثك بأول الحلقة. انو خلصنا دوري كان حلو ونجح وكل مشاكل. صح. انو خلوا الباسكتبول بالعرس طبعها كل الوقت. يعني عم بتضل هي مصدر الفرح والامل طبعا اللبنانية. واخر شي هادي غايتنا. ماتر قدي حلو هالموسم كنا عم نشوف بكتير متوشة. ام وولادة عم بيكونوا موجودين بالمباريات يعني. انا هاي اكتر سيزن جد من كتير مواسيم. بشوف رجعة العيلة خليني اقول. صح. عم بتكون موجودة بالملاعب. الحمد الله هيدا هيدا له عدد اشاير. اول شي انو العيال كلها سوا. رجعة تحب الباسكت تتعلق فيها. ورجعة ولادة تلعب. فالولد اللي بيلعب هو بجرك معه تروح. صح. هيدا دو دو. الحمد الله الملاعب عم تتنظف من كل القفات البشعة. والكلام البزيق والمشاكل والولول. هالامور كل ما بتخف كل ما بتشوف. افتر كواليتي من الفانز عم تجي. صح. هيدا الشي كمان بيعود الفضل فيه بش بس اتحاد. نحن عم نطبق الانون وكل ما يلزم. بس ادارات الاندي عندها صار كم هائل من الوعي. ومشكورة كلها سوا. يعني مش هيني انك تشوف سيريز حكمة رياضة. ما فيها ما فيها انها. يعني انو اخر شي الحكم يخسروا جيمان عارضن بغزير. يعني احلى من هيك ما بقى يسير. انا ما بذكر. بس كمان الغراميت بتوجع يلي حطيك. مشكل شي هو غراميت. هو تعاون بين الاتحاد وبين الاندي. هو تفاهم كلنا سوا. بين هالعيلة كورة السلية. ما حدا منا فيه زايد عالتاني انو غيران على اللعبة اكتر منو. او انو بحبه اكتر منو. كلنا سوا صار عنا تفاهم كامل ونحن منكمل بعضنا. وهذا الوعي عم ينعكس ايجابا على هالملاعب. اوكي. وكل هالاندي عم بتطور وتشتغل على الاكاديمي يستبعها. فكمانها صارت هي مهتمة. وبدها الولاد يجوا يحضروا تيسيروا يحلموا يحلوا محل هاللاعبين. هيك بتكمل بعضها. هالسايكل كله سوا عم بيروح بشكل سليم. ببشر بخير. انا بالنسبة للي اكيد انه فيوتشرا في باسكتبول السيف. حتى النقل التليفزيوني يعني انت عرف شهدتي مجروحة بس كان ممتاز. اكيد. حمد الله اكيد. يعني نحن كمان على علاقة جيد جدا جدا بالنقل. والمواكبته للعبة والطريقة اللي عم بيقارب فيها كل هالموضوع. عم بتساهم كتير اكيد باعلاق شأنه. يعني عم نطلع كل المنطقة. انا بس روح يعني بحكم شغلي بغارب اسيا. ما بتصدق فارسي. يعني بطلع السورية او بروح على الاردن او على العراق. انه اخر شي العالم هنيك بيعرفوا ديتلز عن الباسكتبول. في لبنانيين ما بيعرفون. صحيح. هذا كمان دليل عافي كتير كبير. لا تتكلم انه بارح بالفاينل بسوريا طلع امير اجنبي. اوكي. طلع ربح الفاينل واجه. طيب. هاو كلهم اشياء يرشوه. ادي حلو. طبعا. انه هيدا شي بيخليك تفتخر. والكوتشي اللي وصلوا على الفاينل. يعني طيب اوكي. انه الحكام اللي عم يطلعوا من هون. اوكي. يعني عم ينشغل عكل البيلرز. بشكل كلنا سوا نعطي احلى امج للبنان من خلال الباسكتبول. ماتس كيف جيت لعنا والسيارة او على اتفي. لا بالسيارة ما كتير بحبسو اعزفت. بس انا باريف انك هواس اتفي. مش اتفي باقي. ايه وتعرت لحادث. وكملت. ممنوع ولا يعني. ممنوع الاوبستيكلز يلي بتوجيهم بحياتك. يكونوا مصدر عقدي لالك. بس انا باريف هون بركي كريستيل عم تسمعنا وما بتعرف. انت عم تكمل بس بلا وعي. يعني انا باريف انه بتسوق مئة وعشرين مثلا. بترقاط الوعرة. لا لا الحمد الله انا ما عندي. حتى انا بالحادث اللي صار مش انا كتسيئ. كان رفيقي سيئة. انا ما عندي. يعني صلي 15 سنة بهالهوية. انا محمد الله كتر خير الله. يعني ما عندي ولا اكسيدنت. بسرع مطرح ما لازم. بخفف مطرح ما لازم. مني هاوي ريزك يعني. بس انو ايه بحب الهاي ادريناليين. وهاشي بعزمك ساعة اللي بدك مطلع على الهوى. وبياخدك شي مشوار على القوضة الفرنسوية. او عشي جرد. ما بتندم. ما رح اندم ابدا. ماتر بدي فوت بالمنتخب. منتخب كتار انتقدوا مدير المنتخب. كتار انتقدوا تحضيرات المنتخب. انو نحنا رايحين على بطولة عالم. عم نلعب مع منتخبات عادية جدا. هل هو الفكرة انو ملقينا جيمز. نلعب مع حدا. هل هي الفكرة انو نحنا. بعدين اذا المنطق. انو اذا خسرنا مع لاتفيا. ومع فرنسا ومع كندا. بعدين رح نلعب مع. يمكن كو ديفوار او مع ايران. يعني احنا عم نحضر للالعاب الاولمبية. نتأهل او. ليش التحضير كان مع منتخبات. بينما في دول قريبة منا. كان تحضيراته افضل. او هو مصاري ما كتير فيه. اول شي بالنسبة للمصاري. لانه اوقات تشوفها على السوشال ميديا. انو بيبين متل كأن. نحنا عاجزين. الحمد الله قدرنا نأمن. السبونسرز اللي زمين. ما ناقصوا شي المنتخب ابدا. من الناحية المادية. ابدا معنا. معنا هالاشكالات. نحنا دقينا كتير بويب. وعملنا كتير اتصالات. في عنا كان. بعض التعديلات. معينة. قدرنا نتحضر بجامين. مع ايران. وراح يكون عنا. مع السعودية. ومع البحرين. يعني الدورة اخر شي بتركيا. مش لازم حدا يقلل من شأن ولا منتخب. انو مبارح عملنا عرجة. مع البحرين. وخسرنا يعني. اوكي. اخر شي المومنتم. اللي مقررته. لجة المنتخبات. ومدير المنتخبات. بالتنسيق مع المدرب. فيه اشياج حوالنا نعملها بما زبطت. انما فيه رح يكون. ماتش بعد اضافة بلبنين. وبنرجع. على الدورة اللي رح تصير بابوضابي. رح يكون عنا. اوكي. من الطراز اللي منيح فيها. يعني. بالمبدأ. لازم يكون كافية. نروح بجهوزية كاملة على كاس العالم. بتقلي. كان فيه يكون احسن. يمكن. يمكن كان فيه يكون احسن. انما. بيم متابعة بالريبورتس. اللي بيجونا بشكل اسبوعي. وقبل بشكل يومي. اظن انه بيكون المنتخب بجهوزية كاملة بالكاس العالم. طب رح تبقى عانوك بس. عمشم ريحي الطوق. ايه. ايه. ايه شي سبع مرات بالجامعة. مرسي. بديت عميك طوق. بس ما بقعد فيه يركز. لا لا بديت عميك شقة في الطوق. مرسي. لانه بدنا نحكي. بس ما بقعد فيه كتير ركز. لا بدنا ناكل شقة في الطوق. ما بقعد قدر ركز. بدنا ناكل. مرسي. لانه قالوا لي. كنت تهرب من البيت. ما تاكل من اكل امك. وتاكل طوق كل يوم. لو كل يوم عالجمعة بتاكل طوق طوق طوق. ما عندك مشكلة. اذا كتير بدي شكل يعني. ما في طوق بروحة تجيش. بس انو بيلحقني بالجمعة. بعدنا لليوم يعني. اذا مش عندي. 6 7 8 ميلز فيهم. ما بقدر عيش. بس. ليك منا منا ميل يعني. طلع. اهتمو فيك على الاخر. اهتمو فيي منيه. بس. يعني. رح يفقدوني جزء من تركيزي. مزبوطة الخبرية. كانت تهرب من البيت. طبعا. ايه عطول. عطول فيه. عطول فيه. عطول فيه. بس. بكل شي خاصه بتشيكن. قد ما بتصير انت. بصير محترف فيها الشغل. اذا بتكيرها بلقد بكترة. اذا فيه اي انا يعني. الموضوع تغرب القطور. ما عطول. اذا شي حدا بيفتح له مطعم. بده يعمل له شغلي. بده. بده حدا يعمل له تيستنج نيها. اكيد يبعط وراي. بعطيه. 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 الدقيقة. الدقيقة. يعني هلأ. اذا اكلت من عندك طووق. بقدر قللك من وين جاي بينهم. في هالدرجة. ايه. طب بدنا ندوقن. ما بدنا نقعد عن الدعايات. ايه بس بدنا ندوقن. هلأ بدون. طب. طب. ماتر بدي ارجع شوية انا وياك على المنتخب. اه. الكوتش قال. جاد الحاج. اذا انا متأهلت. بدي اترك المنتخب على الألعاب الأولمبية. شو ردك. انت كامين عام اتحاد كرة السلي. ما كتير حبيته للتصريح. مش وقته كتير نفوت فيه. اه. جاد. يعني. هو خي صغير. هو الشخص اللي. اه. حيز عسئة. اه. كاملة. وطلع قده. رجال. وصادق. وابضاي. وشغيل. انا. بقشع فيه كتير. اه. امل. يعني. بنبسط فيه. شاب لبناني. يعني. فيه كل المواصفات. يلي. عن جد. انك تراهن عليهم. وتدعم. طب ليه بي رأيك. اه. ليك. اه. جاد كمان شخص بحب تشيلنج. و. و. بيكره الاخسارة. يعني. بنلتقى بكتير اشياء. بيلعب الباسكت. البرايوريتي عنده. للديفنس. بحب. الانتنسيتي العالية. بالتمرين. و بالجام. يعني. نحن قواد وراح بنلعب مع بعض. يعني. يعرف يلعب. ما بتصدق. قدي. قدي. يعني بيلعب بعقلاته. لانه الكوتش اللي منيح. بتقدر تفهم كيف بيلعب. كيف بيقرأ الملعب. من. من. من طريقة لعب. اوكي. ف. مش وقت كتير نحكي عن هيدا الموضوع. انما انا. اه. بيني وبين حالي. يعني. بقول ان شاء الله ما يكون. اول شي ان شاء الله نوصل. يعني. قبل كل شيء. وما يكون هيدا اوبسيون. بس انو انا بقول لا. ما لازم. واحد يحط. يحط تارجت تحت طائلات. خصوصا اذا بعده. بعمر جاد. ببطاقل عنده ايها جاد. اه. تصلح انو. معقول يكون عنده شيء اوفر من برا. هو جاد تارجت تابعه. مش انو يتركه. يعني. هو. بينه وبين حاله. عم بقول انا اذا ما عطت اتهلت هلا. اه. بركي بترك المنتخب الاول. و. و. بقدر كوتش للمنتخبات الفئة العمرية. يعني. مش. عم بفكر بغير طريقة. بس هلا بدك تقنعني متر انو. لا انت. ولا البريزدان. واتصرح هيك جاد. لقطوا التليفون وحكيتو. قلتلك. حكيتو. قلت له انو مش وقت. انو مش وقتها يعني. بس. انا هيدا. يعني. مش انا بحكي كتير. كل يوم بحكي انا وجه. عم دار السنة يعني. مش. اوكي. قلت له ما هنقش. يعني. مش موضوع للبحث بالوقت الحالي. سمعتك. ما تقطل تصريحك. منحكي فعدين. خلص. يعني. خلينا نركز على كي سعاد. طيب. متر منتخب لبنان. بعرف. انو كاتحاد. ما في تدخل. باي شي فني. او اي شي بياخدو الكوتش. جاد الحاش. هلا نحنا 13 لاعب. فيكتار عم بحطوا. اليوم عالسوشال ميديا. عم بقرأ. مين اللاعب يلي رح يفلو. مين اللاعب بين الاربعة. يلي واحد منه رح يغادر. وهيدي اراء يعني. بتعرف كل واحد عنده رأيه. اليوم. 13 لاعب. نحنا بدنا روح بالنهاية ب 12. ايبتان الاراء رح يطلع برأيك. المدرب بقرر. اي بس ايبتان لازم نعطي اللاحة النهائية. احنا بعد عدنا اربعة خمسة ايام. مش بري نبعد اخر شي للفيبا يعني. من اربعة خمسة ايام. هيدا الموضوع صدقا. شو بيقرر الكوتش. وهو بيعرف. يعني نحنا شو منتبلغ. خطيا. من المدرب. من ننفذ. عنده مطلق الثقة. عنده مطلق الثقة. ياخد القراءة المشوفه مناسب. مين اختار سبلمن. هو. هو. انتو دغري ايه اوكي. انو مش هيك اوكي. اخر شي. مش هيك اوكي. اصدق انو ايه شفنا. بعطنا الهايلايت وكل شي. وفتنا بمفاوضات في مصاري. بس هو نقى فنيا. اخد وقت طويل عريض. واخر شي ايجا قال. انا بشوف انو هيدا هو. الشخص يلي. يلي نحنا بحاجة له. بالمنتخب. وبلشنا مفاوضات من هوني. اوكي. بس وصي اللاعب اللي عنا. عم يتعرض لانتي اديت كتيري. خيب حق ليك. مع وزن زيد كتير. بدا نتعوض عشان لي. بدا نتعوض عشان لي. اخر شي هذا جمهور بحب المنتخب. وبحب لعيبة المنتخب. وبحب بلده. بده يلاقي. بده كل شي يكون ايديل. مية بالمية. وهذا حقه. يعني اذا شاب فيه خمس كيلو زيادة للزلمة. بده ينتقده حقه. بدك تتقبل وبك تستعوض. بس خلال ننظر على الموضوع يا جماعة. بنقطتين. اول نقطة. بالنسبة الاسبالمن. هذا الزلم من اسابيع لورا. ربح بطولة. من شهرين. وطلع ام في بي. اسابيع. وطلع ام في بي. وكل ما يلزم. ونحنا. مش انو قادين كتفين ايدينا وقادين بالبيت. نحنا بنعرف ادي كان وزنه وقته. كنا متابعين الموضوع. بنعرف ادي وزنه هلأ. يعني هالامور كلها. قدين نصيح. ماشي اربعة كيلو. بس. بس انو. وهلأ هلأ سرشيل منهم ثلاثة. يعني. اوكي. اوكي. وبيوصل عكاس العالم. بإذن الله. يا رب ما يتعرض لشيء اصابي. شونا يا رب يا رب. بس. نحنا عنا. بطلع لنا ريبورتس كل يوم. عنا. عنا جهاز فني وإدارة مقالف من عشر أشخاص. مش عم يعني. مش عم نشتغل الموضوع انو. نايمين. نحين عبو طولي. اوكي. فالزلمة اكيد. هو بنيته كبيرة. يعني. منو. منو حدا. هو هاك بنيته. بوقت بيكون بالبيك طبعا. هو بيكون بيوزن معين. احنا بنعرف نسبة الفات اللي بجسمه. عاملين له كل الفحوصات. بس نزع عن المطار. ارتاح له ساعتان راح. نعمل له. فحوصات. كان عندو انجري. وان داي. من اكتر من سنة. بياجروا عام مينيسك بس. فعدنا له ايرقام. يعني. مش عم نتسلى آخر شي. يريحوا باله من هالناحية. اما بنسبة اللاعبين اللبنانيين. والتحضيرات. وكل ما يلزم. رجاء. الانتقادات اللي انتقتوها. بصدر راحب اخدناها. ومطرح ما لازم نتفاعل معها. اتفاعلنا. ومطرح ما لازم نحسن. نحسننا. انما. اللاعبين. هن اكتف على السوشيال ميديا. وهن بحاجة انه نفرجيهم. انه نحنا خطينا هالموضوع على جنب. وبالوقت الحالي. نساعدهم جميعا. هن بحاجة. اوكي. خلوا على جنب هذلك الموضوع. او اذا بدكم. دعموهم. تقدونا لقلنا. ما في مشكل. وبعد كس عالم. تقدونا اكتر. ما في مشكل. صدرنا راحب هالقد. ومنقعد قعدات. ومنشرح تفاصيل. والبدكم. هلأ الوقت انه كلنا سوا. نكون. ورا منتخبنا. وعم نعطيه احسن سبورت ممكن. هن بحاجة لهالدعم النفسي. شو بتكون فينا نحنا. نحنا مش هدف. نحنا. واش باتنا نخدم هيدا المنتخب. نحنا behind the scenes. نأمن قد ما بنقدر. الكونديشنز المناح لهيدا المنتخب. اما انتو. سبورت لهيدا المنتخب. رجاءا. فرجوهم هال. واجلو هوليك الموضيع البعدين. ماتر. من هون عبر هوناطوكس. فينا نعلوم رسميا. بـ 18 عشرة انطلاق الدوري. نعم نعم. نحنا يعني بيعرفوا الاندي. وحضرتك كنت باجتماع الاندي. وهذا الموضوع. خلاص قرار. هذا الموضوع محسوم بإذن الله. بينطلق الدوري مثل ما لازم. ومنمشي منيه. رح يكون المباريات مكسفة عمل. يكون عنا بمعدل مباريتين كل عشرة أيام لكل فريق. ونحسن الموضوع. هل توقف لحيتوقف الدوري؟ المطرح ما مشبورين. المطرح ما مشبورين توقف. إنما المطرح ما ما يكون فيه توقفات. كمان على سبيل النقد الزيتي. بدنا نأمن للاندي تاريخ انطلاق واضح. تاريخ اختتام واضح. سكاجول واضح. تنوقف الاعتراضات اللي بكتير وقت بتكون بمحلة. كان عنا عزر. نحن والاندي المشاركة بيواصل انه اتواس سامثنج نيو. هلأ ما بقى. هلأ لازم نعمل ادابتيشن معه. سكاجول طبع واصل موجود. سكاجول طبع كل البطولات والتوقفات طبع الويندوز موجود. لازم نطلع ببرودكت واضح وصريح. ومعه المنبين من أول لآخرة. ان شاء الله ماتر هيك على السريع. عدد المباريات قدي كانوا تقريبا السنة الماضي. بين الاولى والتانية والتالتة وحكام. اكيد اني قطعت الـ قطعت الـ 1200. مبارات. اي اكيد. اي اكيد ان قطعت الـ 1200. طبعنا جهاز تحكيمة كيفية؟ هلأ عم يعني هلأ عم نزيده. نحنا خرجنا 47 حكم. فلوتو ما خرجنا هلأ ايام. بهالكم يوم الايدمين هلأ عملوا فحوصاتهم وكلشي وحنخرجون. وان شاء الله كمان بكون عنا دورة تحكيمية كمان تانية. لأنه بطولاتنا كتير. احنا عنا عشر فئات اه اه عمرية. وهلأ فتنا على المدارس. ويمكن قريبا نعمل ام أئيون. احنا واتحاد الجامعات كمان. اه اه نطو مانشن. اولى تانية تالتة ربعة خمسة شباب. اه اولى تانية تالتة سيدات. كاسبنين كاسبنين قدامة هل يلعبوا القدامة هول مش الاتحاد عم ينظمون هول شركات خاصة نحنا بس منأمن لهم حكام هول بس منأمن لهم حكام فنحنا مندعي كل الناس يلي بيحبوا التحكيم بس نرجع نفتح دورة تانية كيف تعلموا عنها أعلننا عنها وجينا عدد كتير كبير ما في كتير رح يخضعوا لفحوصات بس كل شي منقوله بدنا نكونوا تحت 30 سنة تيكون الكارير طبعا بيحرز لأن الحكم إذا صار دولي بتخلص شرطه الدولية عمر الخمسين لأنه إذا منتطلع عن جد من أفضل حكام الموجودين عنا يعني ما بدي سميهم بس هل سيكس أو سيفن خليني سميهم أنا ريفرز يلي منشوفهم دايما بالدرجة الأولى لهنه وبتزينهم جينيفر لأنه بنت حلو تشوف بنت بالدرجة الأولى من أفضل حكام الموجودين حمد الله تحية كتير كبيرة هالحكام اللي بيحملوا الدورة على كتافهم وبيتعرضوا لضغط مهول هني رمز للنزاهة والكفاءة والحياد والحمد الله نعمة كتير كبيرة الباسكتبول ما كان قدر الباسكتبول ببناني يتطور هالقد لو موجود هالجنود المجهولين هذور يعني أنا شادتي مجروحة فيهن بحييهم من كل قلبي ما بترك ولا مناسبة إلا ما أقول صحيح أنت بتعين الحكام؟ كيف يعني أنا بعين الحكام؟ أنت بتعين فيه من Tactش ما بعرف نحن عنا أليه نحن عنا أليه ربعرف أنه أنت بتعينه من الحكام نحن عنا أليه أنا مسؤول إداريا عن الحكام بحكما النظام صحنا عنا أليه معينة لا تعين لا تعين الحكام أكيد ما رح أطلع أولى على مااتش حكما رياضي مي بعين الحكام؟ عملك فيه أليه كتير حلوة نحن متابعينها تمرو ب TatDi معين خصوصا إذا كان فيه سيريز والعملية بتكون بشغل من أربع أشخاص نطلع بأحسن تعينات ممكنة ما حدا بيتفرد بشغلي من هالنوع أبدا في عقوبات بس غير معلنة للحكام إذا غلط طبيعي في مرائبة أول شي في مرائبة فنية كتير كبيرة نحن متابعين من مرائبين فنيين من برات لبنان وبيجي كل يوم بس العالم يعني يخلصوا المعاتش في روحوا يناموا ونحن مكون عم يشينا كوبات بكل بكل المباراة مقطعة مفصلة مع كل مع كل الأناليسس هيدا بالبعد الفني ولازم تعرفوا شغلي أن الحكام هن عالم كتير والآديونس اللبناني هو كتير مسقف وكتير بيعرف والحكم ما بتهون علي ما بتصدق أديه بيكون زالين إذا عملوا شي شي غلطة هيدا إنسان بس ما بتعرف هن أديه بينتقدوا حالهم أديه بيشتغلوا على حالهم يعني هول جماعة بيتمرنوا كل يوم كل يوم فيزيكلي ومنتلي وبيعملوا فحوصات القصم منهم بعده أكتف بالفيبر أنا عمره تحت الخمسين كمان بتعرف هده بيكون عندهم مشاركات دولية ونحن ما منلحق طلب حكامنا يطلعوا ما بيوقف يعني هذا الموضوع بعذبني لأنه من وصل لا غرب آسيا لا آسيا لا الكواليفيكيشنز هلأ رباح رايحة كاس العالم بكرة جاي البريكواليفيج تبع الأوليمبكس بسوريا أكيد بيكونوا حكامنا فيهم طبيعي هذا الشي دليل عافي أكيد والدليل العافي الكتير كبير كمان أنه حكامنا اللي قطعوا الخمسين وبطلوا في بصر وأكس في برافريس بعضهم هن بيدورهم عم يشتغلوا على حالهم كتير منهم صار بالأربعة وخمسين وفات على الخمسة وخمسين سنة عادل بالخمسة وسبعين وبعده اسم الله لا فريما عادل فات بالخمسة وخمسين بعده بكامل نشاطه محبته للعبة اندفاعه للعبة زياد نفس الشي قبله كان ماروان إيجو بس عنا جيل طالع ببشر طبعا هلا بتطلع بتشوف المتوشي اللي عم بخضوها جينيفر وسيرجو الحمد لله وبالجيل عم يرجع يطلع هلا عنا شيربلسفير عنا أكيب من بعده وبينيتهم نحنا ما عنا جاب نحنا عنا كلود عظيم عنا بول شابوبا يعني هو رباح أصلا إليت أوكي قلنا كلود قلنا جورج سعد عنا ريشار يعني هالتشكيلة هاي أصلا عدد الحكام يلي مسموح فيهم لاتحاد لبناني بدول منطقة هو الأكبر يعني نحنا بيفتحولنا عقدر ما بنعمل إنجازات على الصعيد التحكيمي يعني وقت رباح طلع حكم بكاس العالم أو بالعلعاب الأولمبية بلوتو نحنا صارقلنا حق بحكم تاني دولي بنت وارادي دعسنا هالسكي هاي هيدا الشي لازم نعرف قيمته ونتعامل معه بحكمة برؤية بوعي ونوقف مطالبات أوقات بين الحين والآخر بحكام أجانب وخبار نحنا باللعبة من 40 سنة ونعرف فرق نعرف فرق كل الفرق طب ماتر قبل ما الوقت هيك شوي دهمنا على السريع راح تجتمعوا قريبا يعني وقت اللازم وتعطوا الأرار نهائي بالنسبة لللاعبين وأكيد نظام البطولة يعني بعد لهلا منو واضح طبعا أكيد لأنه سنة الماضي تعرضتوا لأنتعادات كتير وكانت بقسم منا بمحلة لأنه صار عنا مرحلة بس كان في قابة كبيرة بين بس من وراء توزيع اللاب كان عنا بمطرح في شيء يعملنيك كان فينا نعمله أحسن يعني مرورا بالملاعب بأهلية الملاعب من الأرضية للسليت لسكور بورد لتوينتي فور سيكند للفستيريت لأوض الحكام يعني بدنا نشتغل نرفع كلنا سوى هذا البرودكت مش الاتحاد لحاله بيرفع وين هذا انتم مطالبين فيه من برا كمين لك ايه بس مش نحن مطالبين يعني شفنا بيوصل بيروت ورياضي نحن مطالب نفسنا نحن مليع ملد جاهزي ايه بس نحن ببلد مثل لبنان إذا قدرنا ونحن عم نضغط أنه مثل ما عملنا قاعد بيرجميل بمدينة كميل شمعونة قدرنا نرجع نخليها تكون معتمدة من الفيبا نحن إذا قدرنا بالسنة القادمة نخلي ثلاثة واربعة وخمس ملاعب في لبنان نحن عندنا اندي لا بأس بها عندنا ملاعب لا بأس بها بدأ تصبيطات محددة بحسب المعايير الدولية عم نشجع ونساعد ونسقف ونطور الفكر والزهن للاندي يرتقوا لهذه المرحلة يعني مثلا ملعب ملعب دينامو فيصل عنده نية وفي شوية أمور عم نسأ نحن ويا بده نجز بيصير ملعب ما في مشكل وغير وغير يعني عطيت على سبيل المثال نحن قدرين يعني ببلد عشت اف 452 كم مربع نقدر يصير عندنا خمسة وست ملاعب في بأ بروفت منكون هيدا بحد زيت ونجز ماتر قديك انت هيك مرتاح بهالقا دي سوبر مرتاح لا والله لا والله أكيد يعني أول شي بتعرف قدي محبتك و هيدا ما في شك وهنا لبنان يعني مطرح عزيز للي وطارق خاي يعني مع أنه أنا وطارق مش كتير موفقين بإخواتنا بس لا الحمد اللي 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 أنا أنا بدأ قللك مبارك ما أجيكم مرسي الله يخليك مرسي شو قصتها هاي أنا نكت وطلعت ومهدومة مبقى شي بدنا نعرفها بدك تسأل إيه لي يعني بس مهدوم بس مهدوم اللزيز لك بنرجع لموضوع الانتقاد حلوة هدي ضل يتحلب بلحد الأدنى من الوبجيكتيفيتي صح ما يكون وما يجي تطلع إنه شو ما طلع من أشخاص معينين رح يطلع بشع في بعض الناس بينظروا لنا من هاي الانجل بيفقدوا الوبجيكتيفيتي تبعهم بيفقدوا الكريديبيليتي إنه خلص كل وقت واحد شو ما عمل رح تقوله غلط والأخطر منها والأسوأ منها ويلي هو شيء كتير أساسي وضروري هو إنه واحد ولا مرة ينزل يسبقوا لسانه أو يكون عنده غضب الغضب يسيطر عليه يسمح لحاله إنه يهين أو إنه يطلع بألفاظ بشعة لدرجة إنه يتهم اتحاد بيقى القيمين عليه بالكذب على يعني نحن نعتنا بالكذبين على مواقع غير لبنانية حتى كانوا في بعض الناس ضيوف وكان يعني طلع منه هذا الكلام أنا باعتبر إنه الرجال المزبوط بحيال لوقت بيغلط فيه بيكون عنده الجرأة الكافية يقف عجرية ويعتذر هيدا ما إنه شيء غلط باعتقد هلأ بحلقتك عش مرات قلت إنه غلطت صح يعني هاي كمان شقفة من السقافية لبعض الناس مصورين للمجتمع اللبناني إنه هن يعني قدوة بي يعني يعملون لهم كوتشينج بمطرح ما إنه يعطون الأفكار اللي لازمي والطريقة اللي لازمي لا أنا رح صوبلهم هون إنه أحيانا هذا الخطأ مش لازم يحصل من عالم لو عندهم بالبروفيشنال تبعهم يكون عندهم أكتر من دور ويلي هو فيه قنفلق طويل عريض ريجارلس مش هيدا موضونا أنت وقت تكون عم تشتغل بالشأن العام وقت تكون عم تشتغل عم تطلع المجتمع إذا لا سمح الله شيء القدر أنك تغلط غلطة كبيرة لازم يكون عندك شرقة أنك توقف وتعتذر ماتر أنا بدي أشكراك وأهلا و سهلا فيك مارسي أدك يعطيك ألف عافية ترجمة نانسي قنقر